معارك كر وفر وتبادل سيطرة تلك هي صورة الاجتباكات العنيفة التي تدور على جبهة الساحل في ريف اللاذقية بين قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة في الأونة الأخيرة قوات الأسد كثفت من هجماتها المدعومة بغطاء جوي روسي غير مسبوق على تلك المنطقة الجبلية القاسية هذا التدخل الروسي المكثف في العمليات العسكرية على جبهة الساحل على الحدود التركية في هذا التوقيت عزاه محللون سياسيون إلى أنه جاء بعد التصريحات التي أطلقتها الخارجية التركية مطلع الأسبوع الماضي عن إقامة المنطقة العازلة التي يسميها الأتراك منطقة من دون مخاطر لتأمين حدودها مع سوريا وأن الهدف من قصف الطيران الروسي على مناطق المعارضة قرب الحدود التركية ما هو إلا محاولة إفشال لمشروع المنطقة الآمنة التي تمتد من مدينة جرابلوس إلى البحر المتوسط كما يرى المحللون أيضا أن روسيا ومن خلال قصف التركمان في تلك المنطقة تحاول التأثير على الرأي العام التركي وإحراج الحكومة التركية أمام المجتمع الدولي إزاء دورها في حل الأزمة السورية فيما ذهب آخرون إلى أن الهدف من هذا التدخل الروسي هو مساعدة نظام الأسد على تقسيم سوريا وإنشاء دولة علوية في الساحل السوري وبحسب الوضع الميداني على الأرض فإن فصائل المعارضة التي تقاتل على هذه الجبهة لا تجد دعما من الفصائل التي تقاتل على جبهات أخرى ولا من الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية بحسب مصادر الأخيرة المراقبون أبدو مخاوفهم من أن استمرار تقدم قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية على جبهة الساحل وتمكنها من السيطرة على مناطق أكثر في جبل الأكراد ربما سيغيران موازين القوى على الأرض ويكسبان روسيا ونظام الأسد جولة أولى من المعارك في ريف اللاذقية من جهة وزعزعة الجانب التركي ولو معنويا من جهة أخرى مين مهندس الحدث معارك كر وفر وتبادل سيطرة تلك هي صورة الاجتباكات العنيفة التي تدور على جبهة الساحل في ريف اللاذقية بين قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة في الأونة الأخيرة قوات الأسد كثفت من هجماتها المدعومة بغطاء جوي روسي غير مسبوق على تلك المنطقة الجبلية القاسية هذا التدخل الروسي المكثف في العمليات العسكرية على جبهة الساحل على الحدود التركية في هذا التوقيت عزاه محللون سياسيون إلى أنه جاء بعد التصريحات التي أطلقتها الخارجية التركية مطلع الأسبوع الماضي عن إقامة المنطقة العازلة التي يسميها الأتراك منطقة من دون مخاطر لتأمين حدودها مع سوريا وأن الهدف من قصف الطيران الروسي على مناطق المعارضة قرب الحدود التركية ما هو إلا محاولة إفشال لمشروع المنطقة الآمنة التي تمتد من مدينة جرابلوس إلى البحر المتوسط كما يرى المحللون أيضا أن روسيا ومن خلال قصف التركمان في تلك المنطقة تحاول التأثير على الرأي العام التركي وإحراج الحكومة التركية أمام المجتمع الدولي إزاء دورها في حل الأزمة السورية فيما ذهب آخرون إلى أن الهدف من هذا التدخل الروسي هو مساعدة نظام الأسد على تقسيم سوريا وإنشاء دولة علوية في الساحل السوري وبحسب الوضع الميداني على الأرض فإن فصائل المعارضة التي تقاتل على هذه الجبهة لا تجد دعما من الفصائل التي تقاتل على جبهات أخرى ولا من الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية بحسب مصادر الأخيرة المراقبون أبدو مخاوفهم من أن استمرار تقدم قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية على جبهة الساحل وتمكنها من السيطرة على مناطق أكثر في جبل الأكراد ربما سيغيران موازين القوى على الأرض ويكسبان روسيا ونظام الأسد جولة أولى من المعارك في ريف اللاذقية من جهة وزعزعة الجانب التركي ولو معنويا من جهة أخرى مين مهندس العربية